إلى ذلك ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي لزال السكان عرش الخلافل والعليات بأعماق وليتاتيارة يحافظون على عادة حياء مناسبة العيد بالريفة متابع التفاصيل في تقييد هارمان دعوتا في جو روحاني يملأه الخشوع والتذرع لله أحيى العشرات من سكان المناطق النائية بيتيارت عيد الفطر المبارك بطريقتهم الخاصة حيث يقدمون من الدواوير المجاورة ليجتمعوا عند أحد السكان في عادة ورثوها منذ ثلاثينيات القرن الماضي هذا العيد هذا المبارك هذا قام من ساعة الشوابير أنا قادمين طريقهم من الثلاثينات والخمسة والثلاثين حتى لسبعة وسبعين ماتوا الشوابير العيد الكبير والعيد الصخير دائما الصالات نزبحوا لقلم في سبيل الله يجينا الشعب نعمنا الدوار نكرموه لأننا نكرموه لأهل القرآن العظيم نكرموهم ويجيوا فالحانين ويروحوا فالحانين وعطونا دعوت الخير والليدات قاعوا والعرش تاعنا فقد تحول بيت العثامنا إلى مقر يتجمع فيه سكان الدواوير في كل مناسبة دينية يتبادلون تبريكات العيد وإكرام الضيوف بإطعام الطعام في هذا اليوم المبارك هذه العاصيلة ما تنقطعش ورانا احنا هنا في الدوار دوار 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 ولا تسدي خلف الله ولا تسدي اللي بوشنافة رانا هنا خيمة واحدة وطريق واحدة وجيران ورانا كل خاوة من زمان اليومين هذا فحتى الشعر الشعبي له مكانة في هذا اليوم ولا يحلو إلا على كؤوس القهوة والشاي فهنا يجتمع عرش الخلاف والعليات في صورة تضام قل ما تتكرر في أيامنا وهي تعكس مدى ارتباط المواطنة تيرتي بأصالته وتقاليده الضاربة في أعماق التاريخ